اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل رمضانكم مبروك وكل عام وانتوما حايين بألف خير وتسيموه يا ربي بصحة لبدين والعافية انتوما تتشاهدوا توا في برنامج ديكليك سيبان سيبان بداية من هاول عار يدور لينا عامل فيه نون كنتووا تتفاجوا في ديكليك البرنامج اللي نحكيو فيه على برشة نجاح جيووا تقسموا النجاح متاعكم معانا الافكار متاعكم مشاريع متاعكم المبادرات متاعكم زادا تجيو تقسموها الهنا معانا اذا تحبوا تتصلوا بنا تنجموا تمشيوا للصفحة متاعنا على فيسبوك ديكليك اهلا وسهلا ومرحبه وانا نحب نرحب بسارة محجوب مستثمراء الشابة اهلا وسهلا ومرحبه بك يا سارة عشان مرحبه نشار مبروك على التوينس الكل ينعاد علينا بالخير ان شاء الله امين يا رب العالمين اليوم يا لله سارة بش نحكيه على المشروع متاعك وكما قاعدين تباركلا نشوفوا الهنا اللي عنا باشا حاجات اليمانتر معانتها ذاهرة فما بسيسة فما باشا انواع واشكال حسن جبتنا العولة متاع رمضان وجلتت اولة رمضان والكل موجودة من لفاحات للبسيسة للقهوة المغي الكافيين الصحية دكار وللمورينغا زادريت الاجتزان بايهي بارشا في رمضان عنا بارشا حاجات بايهي قبل مندي ونحكيه على البروجيه متاعك يا سارة متعرف عليك انتي سارة بايهي انا سارة محجوب اختصاص قرائتي لا علاقة له باللينام فيهتاو ايه ايه انا انفرماتيك دو جيسيان عاملة والبروجيه هو حلمة بابا بديها هو البروجيه عائلي موجود قائم الزيت انا جيت حاولت نطور يدع رايد باهاكا شوية شوية قاد نحسن ما نعرف اينا قاد نحسن في اليماج دو مارك سورتو الماركوتينج نغذر في الكتير ماركوتينج متاع المشروع باهي نعمل في الفواغ دجا نجيه لدارنا نقرب عيد على دارنا نقرب الفيقس نجيه لدارنا نجيه نهز تروى كات كارتون بتاصلها ونطلق بها نعم المهارة نحب بارش الوصول على البيت وتفسير خاصة الثقافة متاعنا البسيسة. أنا أصلي مساحة. من المهدية. مغرومة برشا. ونغرمنا بالحاجات الطبيعية. وبالتثمين الحاجات الطبيعية. عايسك. ما يخليك. مغرومة برشا بالبيوع. ومش بالبيوع كهو بالبيوع. حاجة أنت تعرف مين تولدت. من غاديك بدي الغرام الحق واختصت برشا. أنت العكاية هذية البروجيه اللي يلزك ليه هو غرامك فينا. غرامك أنك تلانسي البروجيه متاع العائلة من ناحيتك أنتي. من شيرتك أنتي. هو من الأول موجود. هو غرام عند بابا بالدرجة أنه شربهونا. تنوه هو مغرومة. معناها ما عندكش فكرة. احنا نقوم وصبح. معناها الفتور متاع صبح يهز شعرش كون يحط سكر. ما يحطش تمر شيح ولا ما يحطش رب تمر ولا. فمتاع من غادي بديت الحكاية. وبتيت بتيت قلت تروحي أين دجا ليش مرتاحة هكا. فلنالما هو راهو واحد كي حبي ينجح في المشروع. لازم يكون بمحبة فما محبة كبيرة كبيرة كبيرة. ليس لفت بيع وشري أكاها وصيبان وانطلق على الرواح لك. هو حلم هو بديها والحق عادة هنا معناها. أنا واخوتي لك. أنا واخوتي دوز انجينيور في الانفرماتيك. برقا. كل واحد بطريقته قاعد يحسن في المشروع شوية شوية شوية. والحمد لله بدنا لدينا بزوز برودويات اللي هو بسيسة وقهوة بقلوبة مركها. وتوا ما شاء الله عنا أتلتاشن نوع عن طاعة بسيسة. عنا اللفحات بأنوايحة. قاعدين نحاول في الفالوريزاين تثمين مثلا الخروب نعمله بودر نعمله رب. قلوبة مر اللي هو البروجي دوباز اللي بدينا به. شوان خليكم تتواجهوا لقلوبة مر. هو قلوبة مر. لأخي قينا ذوقتها قهوة للقلوبة مر. خيفة مهيش قهوة. فرنشما فرنشما كمستهلها جيبا دوتو أمي دوتو ألغلا خاطر مهيش قهوة خاصتها تمشي في حاجات أخرى خير. فمت ممكن تقليل تزان أحسن طريقة تصام بها قهوة قلوبة مر أنك تستعملها نص نص ديدها شوية قهوة. بيشتاخد دوس دو كافي مشتوالي قهوة. أما سينان مشتوال مريحة القهوة الأصلية يعني ما هي رأي كلها منفعة طوانتي كتشربها وحدها انفيزيون خفيفة تعادل سكر كوليستيرول صحية هيلتي للمعدة ما تقلقش قهوة غولاكسانت ترى اللون القهوة بوم مطعم مش مطعم قهوة زعمة للي بيش مانا شوطم يشوبوش القهوة لره ولي حبيبات القهوة كيعملها شتر شتر هكيشرب قيوة بنينا مواضح قهوة بنينا ما نتوالي أما وحدها خيفة كيما انت قلت فما برشا نتوأحنا بويس كفشان رمضار معيها وقاية قيوة معيها دي مأف باعتش قان الفاتر واحد ماذا بي يحذرك القهوة وفما شكون يعمل بالذم الكيف متاعو زازو ونحاس وقهوة واحد وكل شنو اللي في عوذ القهوة مثلا شنو الحاجة اللي تناجم تعوث مش متقوليش قلوبة مر عطينا حاجة متاع كيف متاعجود سلتينا بعد الشقال كي نجربها كيما قلت لك بالطريقة بالضبط كيما قلت لك معناها مثلا سيبوزون كيبش تعمل كافيت مغرف قهوة ومغرف قلوبة مر فهمت موتي موتي قد قد وقتها تشرب قهوة وابنينة أما وحدها وحدها كيما قلت انت رايخ فيها برشا سنو عنا زد البسيسة المخلطة متاع الماء هذيك بتشق عن الفطر هذيك البسيسة هيلة البسيسة أنا بكل أنواعيها أحبها شيء كبير البسيسة عالمية وتبدأ مفوحة هكا فيها فكرنا في رمضان متاع سيسة رفك العصلي اللي فيها برشا برشا فحات بدأ تشم فيها من بعيد هذيك بسيسة رمضان عنا بسيسة هذي اللي بي توبها لا بجينا برشا متاع ممتي احنا نسمينا بسيسة أمي فاطوم على اسم ممتي هايوا بسيسة شنوة هذي بسيسة القابح الكلاسيك اللي فيها الحوارات اللي انت تحكي عليها مرتقوش والزعط وحبة الحلاوة والبسبيس بسيسة رمضان هي بسيسة شهيرة تبدأ خفيفة عندك الفارين انت الخاروب زدى بها برشا تتشرب بالماء شي عملوا بها فارينة الخاروب بها الخاروب بها المشاكل الهضم يعد الريجولاتور الخاروب معناها بها الكنسيباسيون ولد جياغي للعصر الهضم خاصة بعض واحد نهار كامل معناها ما كلاحة تشاي بشي بدأ يكل ولا حاجة بها بيجي يبدأ بكويس ماء فيه مغرفة خاروب ما فيتقلقش المعدة جملة بالعكس تسهل الهضم عملية الهضم بعدك رسيت بي ينر ملمو واضح بي وكيفش بديتوا تختاروا في المنتوج اللي كل مرة تزيدوه للتشكيل المتاعكم معنا قتلي من اللو اللي بدينا احنا بقلوب بقاه وتقلوب التمر والبسيسة متاع وصفة 8 متر وبعدك كيفش بديتوا سلون معدها شنو تسألوا العباد تشوفوا شنو العباد بيش مغرومين كيفين هو هكا بالضبط كما انت قلت انا مثلا في الكونتاكت لول معالك ليونات نسمع برشا نسمع برشا برشا معناها نسمع شكون يجيني يقول لي اسمعين عندي سوكر قلوبة مر مشيت معايا اما زدت قلوبة مر البسيسة يجي تبنينا عملنا بسيسة بقلوبة مر برشا ذوقوهم الحاجة نعم لدينا حاجة يصففنا ولزم يتوقنا الكل ووحنا ذوقنا مانيش كيف كيف معنا يا فلفاني ياما تعدى على لسانك مانا ياما عندك فكرة وليزموش يقول لي اسم المنتج سينو ما نذوقش مثلا بسيس العدس انا كان قل عدس ما نكلوش قبل ما نكلوش لطايب لنا اما بنا بعديك اكي ضقتها غزمو ما قلش له عدس سينو ما نذوقش سينو ناخد وكلو حديد معروف العدس اي اما بنينا خاصة نحن في السلحة نعملها بالعدس الأخضر دي لون هكي البوستاش دي بنينا فمتو دي خفيفة وهيش قوية دونك مثلا الكليونيت كل مرة يعطيونا افكار كل غيجيون يجيك منها بلا حد يذوق من عندك يقول لك احنا رو نعملو بالطريقة هيبي دونك احنا نحاسنو وفم حاجة اخرى زده جديدة هكا نغرمو بيها في الصغيرات شوية شوية مثلا بسيس الشوكولات ما فميش حاجة اسمها بسيس الشوكولات هي بسيس القمح زدناها الكاكاو بش الصغار اوك اسم تي جيري وكا هو بش الصغار مغرومين يراو ماران شوكولات ويذوقوا شوكولاتا ويحبوا شوكولاتا هكا كل مرة ايجي نقول لك احنا السلحة متاع الحرفيين الموجودين في القطاع بش يقعد موجود في السوق بش يقعد اسمك موجود سيتا دونك دي ما فهم الرشيرش مهوش دومين يعني قلت لك منها من المنفروماتيك دو جيستيون والأصلي معناها عاملة ايكونامي تغرمت بالنباتات بالعشاب نعمل في الفورماتيون مثال الماركوتينج اللي هو مانا اي فورماتيون كورت طويلة بش تفيني في الخدمة نمشي نعملها وختيوه انتي توا هو الخوجة هذي سمخوجة فاميليال وكل وتحس الناس الكل معانتها غادصة فيه اي باهي انتي اخويتك بوك اللي بداي بيه المشروع معانتها كل واحد طريقته طريقته انتي الاضافة اللي تقدمها في المشروع ذي شنو انتي ملي دخلت معهم بشو اللي عملت قريش تاكل في البسيسة ودفوقه اكيد اخويت يزوز رغم يخدموا في خدمتهم معنا مهمش متفرغين المشروع مية بالمية يعاونوا باللي لاجبوا مثلا في الكيبش نعمل انا لوغو ولا بش نحسن في الشارتي غرافيك متاع البرودوية يعاونوني براي باللي فما عندي بريزنتاسيون مثلا لزم هتخدمي عندي خوتي يعاونوا في الكوته هذي سينو انا غادصة مية بالمية انا تفرغت بالمشروع مع ملا عم في حد شاي هذي خدمتي معنا هذي حياتي هذي مشروعي وانا مرتاحة فيه على الاخر وحابة لي نعملو على الاخر عاملة فيه كيف عاملة فيه من راش روحي في حاجة اخرى الحق بالعكس روحي القدام شنو نجم نضيف له المشروع شنو في مخي بالضبط بش نزيد له انا تواب جيد كما قلت لك بالكوته ماركوتينج بالليماج قطر احنا الكونتونيون تالبخدوية حاجة به برشة لازم تثمين يتحط في امبلاج به قاعدا نحسن في الامبلاج قاعدا نحسن شوية شوية معناها تشوف حاتين بوم نزل نحسن في البلاستيك المنطقة قاعدين نحسن جس حذرت لزوتوكولون حاجة لغوم مزيين وكل شي في البلار كيف كيف نحطو معناها قاعدا باللي النجم قاعدا مثلا حتى احنا موجودين تاو تلقانا في الاستراحات في الوتوروت البرسوليل اخترت لهم اونفور مزيين كيف كيف الستاند يبدو مزيينين وليزم البرنسيب متع البيع متعنا قوتياش تي لازم تذوق باش تشري نذوقو فمش ما تخوش حاجة إلا ما تذوقها قبل شركت المعارضة بتبيعي نحنا الانتريق قبضت بالمعارض بالمعارض الصغيرة والكبيرة معنا احنا عملنا عامين نجربوا في المعارض اي معارض نسمع به ندخلو له به توا في ظل التقدم معنتها التكنولوجي والرقمي وواحد وكل المعارض تحسن ما زالت عندها نفس الأهمية وإلا الأحسن أنك تسوق على شبكات التواصل الاجتماعي هو الأحسن أن ينسوق على الريزو سوسيو على الريزو سوسيو أحسن أحسن تخطوهم لا يضوق لبقودو للكليون أما هذا هذا لا يمنع لازم وجودك يكون موجودة في السوق لازم العبيد تراك موجود سينو تنسيك لماذا قلت أحسن أن نسوق على الشبكة التواصل الاجتماعي أحسن من المعارض على خطر توا والليت تندانس لا عادت العبيد تحب تتحرك والليت تتوق كولت لا عادت تندانس ثقافتنا واللينا نجري والليت تقول كل شي يجيها أما الحاجة البيه أنه المعارض تخلي لك الكلانات هذوكم معناها لو جوليك حتى أونلين ويشري هذو هذو تخام وغائل حتى هما دجا ذيق وجرب وكل شي معناها فمش الريسك أنه بعت له حاجة ما يعرف هايش ولا دجا ذيق حاجة أخرى هي الكولتور بدأت من وقت الكوفيد وهو التوازد معناتها بالنسبة لكم ربي يردوا بالكم على رواحكم راه الفيروس مزيد قاعد يدور وحتى الوكسان اللي خذينيهم راه ما يمنعوش معناتها العودة على العدوى والإصابة وتناجم تكون لقدر الله اختيرة بربي فتتخز التنسيون أما هني قلنا ما زالت الحكاية متواصلة وتناجم وتقعد تساوق عبر الشبكات التواصل الاجتماعي وقال لي بشي يذوق مرة ولو كان بالحق عبد يذوق وحاجة كالي تي بخدويبية أكيد بشي يرجع ويظهر لي أنا برسونيلم رأي اللي البوشة وغاي معتا التسويق من حد لحد إنتي سأخذ يقولك تعرف خذيتك المالوخ رحوك أبسيسة ولا تشاره تحفونا وبنينا وهي الباج متاع حمي جنوار هيرك يظهلي هذي أهم أحسن الحريف يسوق يسوق نحن قدش من مرة مثلا أنا بدأ ويقف في المعارض الكبيرة مثلا المعارض التقليدية ولا حاجة يجي كلين ديجا شيري يبيع ليه يقدمي محلي هذيك أحسن ويسيم هكا رفت محلي بكل فيقة تبدأ تخزر البرودوين متاع كينو ولدك كينو ببين متاع هكا ونستشكر فيها رفت حمد حاجة بي ببادي ما يقول لي لو ما يصح كان صحيح في الأخر ديم هذيك ونسي معلتها في برشا قاعديني يعملوا نفس الحاجات بريسك يا سارة نراوهم وحاجات البنينة زادة من ناحية المطعم من ناحية الكاليتين من ناحية زادة الأسعار أباخ الحاجات البرودوية الدخالة اللي يجينا من برا وليبدي مكسين الأسعار هذيك معلتها فما الأصلي متاعنا وفما الحاجات اللي نقول احنا مصنوعة صنعة أما فما برشا شريحة كبيرة من ناس تمشي تشريحة أنتو ماش تعملوا في ظل هال المنافسات هذي باش ناجم تقعد ديما أبار أنك تفيدليز للكليون بتاعك أنهم يقعدوا ديما يشيوا من عندك لأنك تستقطب ناس أخرين كيف هي السياسة بتاعكم أنا عندي قناعة تامة اللي فما بلاصة للناس الكل معناها ربي عينهم أحرك ورب يرزاق فما بلاصة للناس الكل ما بالحق معناها يجيوني في الفوار تلقانا احنا مثلا متاع لبسيسة مسمينا متاع لبسيسة يحضونا لكل بحضة بعضنا دونك انجي شنو بش تعمل هنا بش نطيح فلاسوين ما طيحش فلاسوين معناها في البرنسيب دفان عمرك ما طيح من المسوم بتاع بخد يومتك فماش عالش ببيع بالخسارة انت معناها انجي عامل مارش به يخدمك وكل شي احنا في المارض عشر عيام الناس تنهار لول ترجع في الويكان دجاي في اول ويكان ترجع دجاي بش تعطي كلفين تقمنا ما فاميش كيما ذوقت يا والله تتعطي الاسكيوس بالضب كيفش يخلط خطر احنا مثلا كيفش يخلط اي خطر مثلا كيتخلط بزيزيتونة قوي بسيسة بخفوة يعطيك انجو هكا ما لبيش تخلط لبسيسة بي احنا في الليفواغ الكل ما تقوليش الزيوت المهدرجة يرحم ويد ما هيش مهدرجة الناس الكل الزوق بزيت لقطانيا وسكر محاور يضوق بي الناس الكل لا لا بي انا 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 سمعتوها انا منصحكم شو ردوا بك زيت زيتونة زيت زيتونة ننصحهم يخلطوا يخلطوا بزيت زيتونة قديق مثلا يبدأ خف زيت الساحة زيت خفيف برشة وما يقلق معناه اما اصلي اما اخويا اصلي اي تركونتر زيت الشمالي يبدأ قوي برشة خاطر زيت جبالي جبالي اما ياسر بنين محليهم تحضر تحضر الصباح وحاجات وحاجات قوية هكي صحيح تونس ربي ينعم معالينا وربي يبركلنا في بلادنا وفي لزقنا يا رب العالمين يعطيك الصحة يليلا مشكور على حظورك بحظينا ان شاء الله بالتوفيق في البخوجي امتاعكم واحنا نتعدى ونشوفوا الفقرة المصورة هذية عن موائد الافتار في رمضان وراجعين تفضل للسنة الرابع عشرة على التوالي يتواصل التحدي بإطعام الصائمين في شهر رمضان الكريم علي كحلة صاحب هذه المبادرة أصر على مواصلة هذه العادة الحميدة لإطعام عابير السبيل ويفتح مطعمه لمدة شهر كامل في منطقة الكبرية لأكثر من 1500 محتاج من الفقراء وعابيري السبيل من التونسيين وجنسيات أخرى اللي يدركهم الافتار وهم في الشارع وأعدت هذه المبادرة الاجتماعية النبيلة صورة ناصعة عن المنطقة خصوصا مع استمرارها على امتداد سنوات لتصبح إحدى مميزات منطقة الكبرية خلال شهر رمضان وتلقى هذه المبادرة ترحابا من قطع النذير من التونسيين وشباب المنطقة اللي التحقوا بالمطعم لمساعدة الفريق العامل هناك ويتطوع العديد منهم إما بغسل الأواني أو تنظيم الطاولات وأعداد الوجبات وتوزيحها فيما اختار أخرون تقديم مساعدات غذائية تكاثف الجهود وخاصة تبرع أهل البر بما يتوفر لديهم ساهمة في ديمومة هذه المائدة وتواصلها وأثبتت أنه حقا التونسي للتونسي رحمة برك الله على رمضان وعلى بركة رمضان وعلى جو رمضان محلي وعلى أولاد بلادي لقلوبهم كبيرة ما شاء الله واللي تسعى الناس الكل وحاضر بحذية اليوم علي كحلة أهلا وسهلا ومرحب بيك نتشرف بحذورك بحذينا اليوم والسيد سعيد مرابط مشاركة في بادرة أطعام الصائمين أهلا وسهلا ومرحب بيكم دونك البادرة هذية بدأت مع السيد علي كحلة اللي هو صاحب مطعم وبدينها أو بشيحكي لنا هو كيفاش بدأها البادرة هذية شكرا مبارك الله فيك على قناة لولا اللي ديمة كل عام الوطنية سنية والله يرحم وديكم ويرحم وديكم بالنسبة لما يتلفتار معناها من 2011 هي ما شاء الله تبارك الله أنا يتوا سنة إن شاء الله ينسيها الرب 14 سنة أنا أخوية سعيد معناها من منطقة الكبارية وبنوسينا أنا الحمد لله هي شنو أسببها هي أسببها ما شاء الله بديناها بشوي بشوي عنا أفارقة معناها دي جاء يسكنوا بجنبنا يقر وغادي معناها واختي سيام حبينا معناها ولاد الحوم ولاد الكبارية عملوا معناها بدينها كل قدروا وقدروا كل بحث شنو يجيبنا عنهم بدينا 100 شخص تبارك الله توصلنا عملاول معناها وصلنا 2000 شخص سنين إن شاء الله إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تكون معناها أحسن بحيط يعني الشعب التونسي اللي مئة لفتارة ذي تسين سباة يعرفوها معاش معناها أنا نزل الغاراج وتبارك الله معناها نس كل جي معناها كسولتك توينسك كل شيء ولو يعرفوها قدمنا وريقاتنا إن شاء الله معناها ديما نقدم وريقاتنا قبل رمضان شو ما الوريقاتنا شما الوريقاتنا والله نحنا نعمل مطلب لسيد والي تونس على طريق المواطن دي الكبارية ومعناها نعمل وريقاتنا ونمشو للداخلية ونمشو كل شيء شو ندهم نظمي نعمل وكمر أنا أول شهر رمضان ومشكوري صدقيني ثلاثة عشرين سنينها أي معناها بقى ندخل لها كأمن كولاية كمعمرهم بكل صراحة يرحم والديهم والكل معناها توهم أربعة عشرين سنينها تعدينا على برشا ويعطيهم الصحة معناها مشكورين النس كل معناها يعاونوا بالحق أو شونا نشوق معناها بالرسمي الأمن يعاون بالحق ما يوقفش في حاجات كيف معها كي اللي يتناجم تعاون الناس اللي يتناجم تحل بيبين قدام عباد يعني تلك حاجة أختي سي ساحات صدقيني معناها حافلة بتاعها يتعدوا معناها جيش بوليسية أي حاجة يقول لي أخويا تحبش نهبط ونعاونوك تحبش تشوفوا يلقوا تلعباد هذه كل معناها أنا أكثر من ألف شخص معناها موجودين معناها صدقيني معناها كل كل نقول لك لا يخذر أنا معناها من غير الموجام من غير العطاء مش البحث ويف واقع معناها عايشين فيه نحنا توا واقع واقع معناها واختي العزيزة أنا يخط لك أنا دي ما رأني واختي بايا دي ما رأي دي ما رأي دي ما ميت الافتار مش اللي بتاع لي ولا بتاع أخويا سعيد دي بتاع الشعب التونسي من بنجردين لبنزارة الكل هتعاون وخارج تونس ويجوه برك الله فيهم وكل وناس حتى إني دائما عندك أنتي ومن يدائما تلفزيتكم وكل شي نحن مشكلتنا الحم والجيش نحن الحم والجيش غالي علينا برشا يعني إراوا يا ناس جيبوا إيجا جيب واحدك جيب معي مثلا مع الخمسة الأربعة نحن نعملوا ألف المره لولا نعطوا الناس تهزل الديار ومبعد عنا ألف نوكلوا فيهم غادي معنا على البلاس ها بش نجيو بش نفسو اللعبات كومانساس باس لحكي هذي خلينا ندرجو في الحوار شوي شوي سي سعيد مبارد مرابط مبارد اسمها عادي نقلبو في الحوار المرابطي المرابطي سمحني يا سيدي بي أنا أنا كل ما قبل نتفرج فيك المسلسلات منتع رمضان ونرافق الحواري الشعبية هكا المصرية يقول لك مائدة رمضان مائدة الرحمن واللعبات تهبة تشوف اللي طيب في دار ويجي ويقسم مع الشيه مع الناس ويتعشى معهم وكل قديره وقدره اللي يطيب في داره اللي يساهم بالفلوس اللي يساهم بالعرفة الماتيخ خونيغ احنا في تونس كيفاش نتعامل نحن في الاحياء الشعبي تدخل تلقى ميت ما تعرفش دار الميت ولا تلقى فرح ما تعرفش دار الفرح كلهم حوثة واحدة نحن في مائدة تفتار احنا مزالت عنا الليماجة ذاية في تونس مزالت في الاحياء الشعبية في الكباري خاصة مزالت نفس المشهد ونفسه فهم حاجة مش نخرج هذه خارجة ميت تفتار سيد علي عنده كراءة لواز مفرح يعني الأموات ديما الكريسي والواحد كله بلايش ومجانة لليوم لليوم تلقاهم مربي بارك لك مربي بارك فيه دينا في ميت تفتار صائم هي في تطوير العمل الاجتماعي بالكباري كنا قبل قفيف رمضان وزعوا شوية ما ميكلان للموهم ونعطيوا اللي حاطة بالعيلات المعوزة ومحدود الدخل هذا يقبل 2011 ولا بات؟ حتى في قبل 2011 كنا شوية الليمو شوية ما ميكلة وكاردونة وفادة بوزازيت وفادة مواد غذائية ونعطيه للعائلات خاصة الأرامل والأيتام إذنكم نحيطوا باقي في معا بعد الثورة حاولنا بش نوزدو إيقاع آخر ماشي ما ميكلة متاع نهايرين ثلاثة ولا متاع جمعة تشدهم نحبو شهر كامل وما يأكل بدينا منافك للبدايات الأولى بمئة وجبة يوميا وكل عام وتضاعف وخاصة كيفاش تلموا الماتيخ بخميار شو تكلموا الناس وهو ما يجيوا يتبرعوا وإلا أنتو ما تفهمين ستي ناس أما كيفاش 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 موفم التنظيم في الحكاية مرة طيب أنا نقول بش نوكل مثلا ميتين عائلة ولا عندي ثلاثة ميتين عائلة زادة من النجام شو نقول نعمل كالة على نفسي خاطر ما نخلطش أبخي حتى بالفولونتية الكبيرة اللي عندي ما نخلطش والناس اللي معايا بلي ما عطبش يحاولوا صلات المحلية والجهوية مشكورة والتضامن اجتماعي ساعات يعاون مرة عملنا تليفون جانا من وزارة الدفاع وجات وهابتت لنا لمقارن وزارة الدفاع جابت كميون وهابتهم أنا كيف كيف وليتونس ديما تعاوننا كل عام تعاوننا وليتونس بالمواد الغذائية وليتونس بالمواد الغذائية أنا أتفرش فيكم مقبل في فيديوهات السعلي اللي فاما ناس حتى يجيوا يعاونوا بالجهد يقفوا يسربيوا معكم عطبون دي غي حفلة تعاون سمعت عندكم تبتكلم كل يوم عنا نحنا 30 يوم عنا كل يوم أنا كل يوم فرح أختي العزيز انتي توسويلك وأختي سيام في وياتك الصح نحنا ديما نحنا كينحلوا اليوم مثلا أول نهار في رمضان نحنا نتوكلوا على ربي لا بيدي تسين ست ما غير شي الخير والله يا أختي سيام والله العظيم تو نبدو مثلا اليوم عنا نبدو غده والله معا ربي سبحانه سبحان الله اللي يجيب الجيج واللي قالوه وراني غده بشي نجيب لك كذبك كله معا عند ربي أختي العزيز أنا صارت لي معنا حادثة بقيت جمعة في الدار ومئيت الفتار بقات ما شاء الله تمشي بغير عليك بارك الله بحيات رأس الرجال وبحيات الشعب التونسي أخويا سعيد وقف وعندي أخويا شيف معنا يجا الحمد لله مع الولاد لكلهم بارك الله وفهم كل شيء وبقات مشيت ومورها وارحة ومشاء الله تبارك الله أختي العزيز راني نخدمه في خدمة جبارة أكبر ميت في تارك وقل لك راني نعمل أختي العزيز نعمله شرب ونعمله ميك لها رئيسي ونعمله أسلات ونعمله معناها ساعات نعمله تاجين ساعات نعمله مثلا الشيف بارك الله فيه كل مرة ما نعمل النحل ونعملو الياغورت ونعملو الكيك والماء والغلة معناها صدقيني كيما ناكل في دارين نوكل في اللعبين الكله رأوا من خير التوينس يا أختي العزيز راني أنا عندي مطر وعندي الكلاسي صحيح وطلخيم وصحيح فاهم ما صاريه ببرشا اما رأوا رأوا الشعب التونسي محليه الشعب التونسي نحن كورة مية على بعضنا نحن شعب التونسي صدقيني ميت لفار تحب الناس تحب تقويه هني قلت لك عوط لك الشعب التونسي ومعناها والسلطة التونسية هي الكل الكل كل يحبوا اللي ما يطلب ترى ذي يستعفظوا عليها يحبوا ينشعها يعنيها أختي رأى يجوا نقول لك رأوا بللي مش كيما تشوفي في التصاور كيما تشوفي مباشرة منك لك حاجة أخر يعنيها تشوفي معناها دي جاء الناس انتي قلتي مثلا نفهم الناس هما مرأة عزوزة جيتني هذيك الله يرحمها ويناعم حملتني وتبوس فيها وتحمل تقول لي وليدي رأني ما عنديش باش نجيب لك نحب نغسل المعون محليها والله العظيم هذيك حياتي كاملة ننسيها المرأة الكبيرة يعني ننسيها برش يجوني هك برش ما من نجمش المكان صغير معنات مش يوريك حس التضامن في تونس كل القدير وقدر حتى بالجهد والصحة حتى قتلكم مش كوني يحب يجي يسربي معاكم يحطوا لبلتو هذيك دجا جهد هذيك دجا معاون نراهي طواعين موجودة بكثرة واختيسيان لنعطيك صورة أخرى الميت افطار صاعم بالكباري وميزة أخرى ميزة أخرى أنه أغلب ما يقدم معناه في 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 الافطار هي ماكلة شايح نحنا نقدمه في أشهر وأطيب وأفضل أطعم التونسي يعني معناتها الميكلة تندقليدية بتاعنا التونسي كل يوم سخونة ديفية يكل معناها في وقت ومعناتها والله كيف أختي العزيزة والله بالغلى للمال لكل الدجلال كل ما هو شوف اليوم بعدها شيف يصلي يعمل في الياغورة روش يعمل في الياغورة والكيك ما شاء الله إن شاء الله نحنا نطلبه من الميس اللي عندهم الشركات بتاع الياغورة راني نسيركوا في ألفين شخص كل يوم ما فيها بس إن شاء الله كانوا يقفوا معنا ويعاونونا خطر الياغورة نشروا فيه بالفلوس تاريخ الكبارية يعني دجاجة ميت تفتار بالكبارية يكتب جي بيس يكتب كلمة عليه كحلة بركة يجيبون موجودة موجودة معنا بيتزيري تسمر يعني يعني كحلة يجي قدام بيتزيري إذا يا لو فردنا حبوا يجو راني نطالبين القضية مطالبين شي جيبون القضية أكهو مطالبين عاد شي جيبون نجيج جيبون القضية تضم اللي نقدرون نس حقهم وكانت عملهم زي إيجا ميسيرش عبي كميونتك عبي أي حاجة معاشا قام فتر رجعتي للنس عتي أنت واحد جيبوا ليداتك جيب خدمة بتاعك جيب حاجة راني نحن الحمد لله تفتار بتاعكم راي موش بتاعي نجحتوها راي ناشحها عالميا قنوات العالم الكل اللي جينا رايكم عاملين صورة مزيانة مزيانة لتونس استحفظوا عليها نحووني هنا على شيرة نحو سعيد على شيرة استحفظوا عليها وانتم تخدمون خبية مش نحكيه شوية على التنظيم متاع المايدة هذي حايشونا شوية في الجافة مالنايس مثلا اللي ما شفت شو ما سمعت شو ما تعرفش اللي بدايت في المشروع هذا كيفاش قبل مثلا احنا توناعرفوا خوص الدارنا في رمضان كيفاش تكون والكوجينا كيفاش تغلي انتوما بسم الله ما شاء الله مع الف والفين تبرك الله وراكم خوضة راكم هكا الدخان طالوا من ريوس وما قبل شوية شاكل الفتر احكينا على الجو ما شاء الله أنا أخويا سعيد ديما نقوم السباح نحنا ديما العشاء ديما نبرمجول وقبل بنهار إذا سيء نعرفوا مع النشر واحد ننكلم شكون الدجاج يرحم ودي يصبر علي جزار يصبر علي ساعات نمد وشيك الحق الحمد لله الحمد لله ساعات يجيني واحد يكلمني يقول لي مثلا الدجاج نقول له هاوك برها لهاوك تلفون وصرف معها خلصوه هو أعطيه ديريك ثانيا نقولك شنوه مستحق وبرجيب لي انت ديريك معناه يجوه مصباح حتى يلشق مطر هم اللي طيبوا هم اللي يريقلوا نمور كل شي حظروا صليت حظروا كل شي زيد يفرقوا معنا وعنا الوليدات صغار اللي يقروا من وقت دي نصدن الكوجينة والخوضة والخوضة من وقت نبدأها نحن نحن مصباح نحن معناتها تقول أنتم مصباح تمشيوا للمرشي نقول لحدش متاع صباح تبدأوا في وسط الغستود طيب يزمنا مصباح يبدأ كل شي يقبل بنها الشي عشرة حتى تبدأ حاجة ناقصة حاجة قليلة ناقصة وخذ المغرب قسير قبل كنا وصلنا حتى لسبعة ونصف المغرب قسير يزمنا السنة مثلا نقول فبش نجوه بكري شوي فبدني خذ المغرب شوي معنا قريب بكري بركة معنا نجوه بكري شوي أختي العزيزة معنا ريق لأمورنا وبخذة ربي بإذن الله بإذن الله ناشحين وبإذن الله ربي سبحانه ولي نعمل وعشية باه ونود الناس المعنا اللي ما عندهاش السبيل اللي متعد صدقيني قدش مرة تصير لنا اللي يبدأ سبيل متعد في بالو بالفلوس نجو شكرا لزيرية شكرا للمغاربة شكرا لليبيين شكرا لكل إنسان يجي يجي مع ذينا تشوفي ناس خادين كيفية عليش تشكر فيهم تزيرية نشكر فيهم على خطر بعاد يدعو علينا بالخير الحمد لله الحمد لله أنا سفر هذه كلها تصوير تونس أنا سفرت مشيت البرشة بلدين مشيت حتى العمرة الحمد لله وشفت ناس كيفاش فرحينين بيا وعنا كيفاش هكيا يا الحمد لله بارك الله وفهمنا أنا نشكر حتى إنسان حتى يقول لي يرحم والديك الحمد لله في الدنيا بعد ما سي فترنا الناس وحطينا كتوة وين وك الدنيا الحوسة أكبر مشكلة عنا بعد في تجميع طول والكروسي وغسلين المعوض عشرة نسان عشرة نسان حراير تونس حراير تونس يجيوا بعد شقان الفترة مباشرة مباشرة يرحم والديهم يجيوا ما يخلوا حتى شي يخلوا كل شي ينضيف نحن ديما محافظين على صحة المواطم خاصة في النظافة معناها في النظافة في الجانب الصحي هذا كله عنا فيه دور كبير باعتبارا أن نشك أن نوكله فيه أكثر من الفيد معناها وجبة يومية يجب أن تكون يعمل فيه خير ويربح في الثويب وما تحققوش تكون ميكلته بايا وانضيفه أكير يجب أن تكون ثانية حاجة أكثر من لوجه عليه هو يرحم أمك يرحم بوك هذا ما هي التصور الوحيد اللي مبني عليه ما يتفتر صائم ما كان لله دائما واتصل وما كان لغير الله ينقطع وانفصل ما يتفتر صام بالكبارية متواصلة ودائما يحاول الله بفضل معناها جهود ابناء الكبارية اللي هم يحبوا ينجحوا المشروع يحبوا يخلقوا صورة أخرى ونمط أخرى ودجات خلقت الصورة والحمد لله ومعروفين على الأخر ومعروف الميدة هذه مائدة الإفطار يعطيكم الصحة على حضوركم بحضان سعدي كهلا وسيد سعيد المرابتي مخصيبوكو على حضوركم بحضان يعطيكم ألف صحة على الأوبادرة هذه اللي توا سنين وهي مزالت متواصلة ويا ربي إن شاء الله ديما تقعد متواصلة ويأخذوا عليكم مشعل الشباب أخرين توينسة ويكملوا فيها يا ربي وإن شاء الله بثوير بكل شئ معناها من منطقة المنطقة إن شاء الله ماذا بينا كل من المناطق ديجا ديجا صارت حكاية وتبرتجات من منطقة المنطقة وهذه ثقافة أرسيتوها عند برشة الشباب وقعدوا ويأخذوا ويعملوا كيفكم وإن شاء الله ديما تنصب بخير يا رب العالمي يعطيكم الصحة مرحبوكو على حضوركم بحضانها نتعطيكم أحنا توا مع زميلي مروين السنين في أفضل تطبيقات رمضانية تفضلوا أهلا وسهلا ومرحبوكو في فقرة أفضل تطبيقات على الأنترنت وإن القاوف المرتبة الأولى تطبيق رمضان دميل فانتكات بالفرنسية هو تطبيق عالمي شامل لكل المسلمين حول العالم ويضم التطبيق مواقية الصلاة والجدو الزمني لشهر رمضان في جميع أنحاء العالم كما يضم التطبيق القرآن الكريم كامل ومكتوب مع الصوت ويدعم تحديد اتجاه القبلة التطبيق هذا صالح للاستخدام في جميع البلدان ويمكنك من التعرف على مواعيد الصلاة ووقات الإمساك والإفطار حسب المدينة التي تتواجد بها أما عن المرتبة الثانية يحتلها تطبيق السيرة النبوية وهو تطبيق ديني متميز يحتوي على سيرة مختصرة لحياة الرسول عليه الصلاة والسلام منذ مولده مرورا بنزول الوحي عليه ودعوته وهجرته غزواته ومن ثم انتشار الإسلام ثم وفاته عليه أفضل الصلاة والسلام وما يميز هذا التطبيق هو أنه يعمل دون أنترنت ويقدم المعلومات بشكل نظم ودقيق ومناسب لصغر السن وللأطفال فبسهولة ما يمكنك من الوصول للإجابات التي تبحث عليها تجد الإجابة داخل التطبيق وهذا الأخير يعمل دون الاتصال بشبكة الأنترنت ونلقى في المرتبة الثالثة تطبيق مسلم نو هو تطبيق شامل بداية من عرض مواقع التصالات والأذان مرورا بتحديد اتجاه القبلة الصحية والأذكار وشرح كيفية التصالات والوضو والأدعية ويحتوي التطبيق على إمساكية الشهر الفضيل ومواعيد الإفطار والسحور بمواقع الكثير من الدول حول العالم ونختم فقرتنا بتطبيق حقيبة الصائم في رمضان هو تطبيق شامل للمسلمة الصائم يقدم فيه هذا التطبيق فتاوى ونصائح وتوجيهات تبية وإيمانية للصائمين كذلك يضم قسم خاص بالنساء من حيث البرامج والفتاوى الخاصة بشهر الفضيل بالإضافة لإحتواء على نسائح خاصة بالصحة واللياقة البدنية خلال شهر رمضان جميع التطبيقات التي ذكرناها متوفرة على البلاي ستور ويمكن تنزيلها على مغلب الهواتف الذكية سايمين والحمد لله رب العالمين وإن شاء الله كل عام أنتم محيين بألف خير جنويا نحب نرحب أي من بن سليمان مستشار دولي في التحول الرقمي لو سهلوا مرحب دي صديقي مرحب دي صديقي مرحب دي صديقي أمين يا رب العالمين اليوم نحن بش نحكيه على الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالزراعة وخدمته للزراعة كيف نحن بش حكيه على الذكاء الاصطناعي بارك نحن بش حكيه على التكنولوجيا نحن بغتي الذكاء الاصطناعي كما تعرفوا تواحنا في شهر رمضان الأقبال على الموارد الغذائية يكثر برشا وكيف كيف يزيدها مع التغيرات التي سايرة في المناخ المطر معالش موجودة كيف كيف زيادة فاما زيادة كبيرة ياسري في عدد السكان في العالم نسبة الطلب على المواد الاستهلاكية وخاصة خاصة المواد الغذائية الفلاحية كبرت برشا واليوم عنا هاجس الناس الكل عندهم هاجس في العالم الكل كيفيش الناس ضومها للأمن الغذائي بالضبط كيفيش نوفروا الأمن الغذائي للناس ضومها ذك عليش مع العوامل هذه الكل التكنولوجيا يجب أن تدخل التكنولوجيا يجب أن تدخل لتحللنا ببرشا مشاكل برابورت المواد الغذائية اللي احنا في حاجة في أبس الحاجة لها واللي وليت ما هيش موجودة واللي يتحبوا لتكره يلزمنا نوفروها باش نعيشوا التكنولوجيا اليوم وليت في خدمة الفلاحة وخدمة الزراعة فهم ببرشا آليات جديدة توفرت في تعديل المناخ في تحسين جودة المنتوج وفي وفي تحسين زادة تقليل المصاريف وكيف زادة تحل المشكلة كبيرة اللي هي عدم توفر الأراضي الفلاحية الكبيرة نظر للتوسع السكاني كما تعرف سيها فمعاتش فهم ببرشا آراضي لك يجبنا الطرف الأرض اللي موجود يجبنا تكنولوجيا تدخل ونعرفو كيفش ندخلوا منه أكثر أكثر بحصولوا أكثر أكثر منتوج لازمنا ندخلوا بالتكنولوجيا متاعنا أما ببرشا ثكي بشا ثكي عليش بش ما نستنزفوش التربة متاعنا ما نوجعوهاش ما نتعبوهاش هو ساعات الفلاح حتى قديما معناتها يقول لك سنين زراحة عم جاي نخليها ترتاح ونتعدى الأرض أخرى معناتها فهم برشا حاجات يعملوها الفلاحة بشي خلي الأرض وقت اللي تنبت فيها النبتة تطلع قوية وتطلع حاجة بنينة وصحيحة وما تسحقش برشا تدخل متاع كيميائي بشي تكون الحاجة توصل بخير وسلام للمستهلك هل التكنولوجيا تحافظ على معناتها على التربة وعلى جودة المنتوج وعلى النسق متاع المتاحة معناتها نعرف من عشان رجلين نبتكوها مثلا القمح يقعد ستة شهور بشي تلع زي ما تنقصنا في المعناتها تخلي نفس الوقت بنفس بنفس الجودة وإلا تقصرنا في الوقت وتعطينا نفس الجودة شوف هي تكنولوجيا مش بتغير في الطبيعة سيهم ولكن بش تحسن في المردودية كيف كيفاش بسلا احنا تقول الفلاحة في الوقت في العصر اللي احنا عايشين فيه فهم برشة استعمال معناتها فهم استعمال الكبير المواد الكيميائية والدويات والحاجات وضم مواد كيما نعرفوها مصرطنة هذهك عليش امراض السرطان يعني كثرت في الأون الأخيرة التكنولوجيا هي ماش بش ماش بتتقصر في المدة متاع 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 انثخوية ولا حاجة بلاكس هي تكنولوجيا تدخل المنتوج يمشي بش يكون أكثر طبيعية بش يكون بيولوجيا أكثر ولكن بش نحصنه في الجودة كيفاش اليوم مثلا فهم مزارع ذكية قادة موجودة في العالم خاصة في البلدين سكوندينافية في الولايات المتحدة في كندا اليوم فهم بش أجهزة قادة موجودة اليوم في المزارع هذه كما أجهزت الاستشعار يعني الصنديكابتور نحطوهم نحن نستليوهم في المزارع هذه ويكبتوا التربة مش على نهار ولا نهارين أما تقعد تقعد موجودة بندن ديزاني وطلعنا جودة تربة وشو نيقصة تربة هذه أسكن نيقصة أمليح سياغ بضبط اكزاكتما وتختمة تعلية هذه يصير عن طريق ذاكية الاستنائية كيف كيف زادة مثلا إذا عنا مثلا المنتوج إذا زرعنا المحصول ما غير من بدأوا ندوروا عليه بالعين المجرد لأنه كيندوروا عليه بالعين المجرد ينجم كل فلاح ما عندوش الخبرة الكافية بشي طلع أسكن المنتوج متاع وذية في صحة جيدة ولا يستحق التدخل كيف هيش لأنه الكابتور وفاما دي كاميرا يكونوا بخي انستالي في المزارع ذية الكاميرا يبعث وتصاور انسانطانيما كل نهار كل ساعتين انتي وانساق لتفكسي المكينة بيانسور وتبحث تصاور للكلاود اللي هو فيه يلم المعطيات والبيانات اللي موجودة الكل وفاما دي زالجوريتم بعد يعملوا تختم متاع ليدوني زي تختم متاع التصاور ذي وبعد يعطينا بيلان يعطينا نتيجة انتي كفلاح تخل بيلان بتاعك يقول مثلا الورقة منتاع النبتة هذي راهي فيها نقبة صغيرة عندك بتاتر مرض ولا عندك بتاتر نوع من الحشرات اللي يزم تداوي ها ناصل الماء هذا ولكن تقترح عليك حتى المبيديات اللي تستعملها بالكمية اللي تقلك عليها عندك ما تعمل انتي جوز تطبق فقط انتي جوز تطبق يعني مش بالضرورة تكون عندك الخبرة وإلا يجب تكون فلاح وعندك خبرة في الفلاحة مش تفهم الشيء ومهما تكون عندك الخبرة ما تنجم يعني تتعرف على الأمراض الموجودة في النبتة الكل ذك عليش فما انتي كلوبيدي تعاونك اللي هي الترافير الذكال الاستيناعي تقول لك شنو تعمل وقت تنتر وقت الداوي وبأناهي كميات ونركز بش كميات لأنه الفلاحة خاصة هنا في حوض البحر القبل المتوسط ديما الكميات ما يتحكموش فيها خاصة في الأدوية حط بالوافي وكي تداوي أكثر تنجم أنتي بحقان تخط ضرر مثلا في المساحة الزراعية اللي أنتي عندك عندك بلاسة برك صغيرة مريضة مزال انفكتي البلايس الأخرين ما هم شافكتي فما برش الناس يداويوا على بعضه الذكال استناعي في التخذير للمنظومات هذه يحدد لك أنه البلاسة الديامتر اللي يزمك تداويه بالضبط مغير ما تبشي وتبذر الأدوية وتبذر فلوسك في حاجات أخرين وذي مهم جدا كيف كيف اليوم فما لديهم ممكن أكيد رأكم سبعة أنا أشوف فيهم دجا لديهم لديهم يعاون حتى منتوسطة ومعندك الإمكانيات مثلا ملقيتش الخدمة بش الدور عليها ودواها تستعمل الدرون الدرون ينجم يوفر لك برشة إمكانيات ينجم يمشي يداوي النبتة اللي هي في بلاصتها ينجم يطلع الفوق ويخذلك الفوتو كيف يقول قايل أحنا شون عملوا بهم الفوتو الفوتو مش ناخذهم أنا كفلاح الفوتو يمشي المركز التجميع البيانات في الكلاود يعني نحكي على الكلاود كومبيوتين الحوصة بصاح بي وللوجيسيال الانتليجنس الارتفيسيال الموجودين غادي هما يعطيوك البلان هذوما كيف زاد التوصيهم نحكي على حاجة حاجة جديدة قديمة أما سمعنا بها أكيد فما برشة نسمعوا بها في تعديل الموني في تعديل التقس قلنا بش نحكيه على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا واحد وكل مش فما هم أفليم متع سيونس فكسيون من هيك العام تفرجوا فيهم ويقول لك ما فما إمتار يصنعوا صحب كغيمة معناتها وتراشتة سبت ودنيا وأكثرية الفليم اللي تفرجنا فيهم قديما توا برشة حاجات نروا فيها على عينينا وتجاوز اللي تفرجنا فيه فان إذا هل فما صحب تصير معناتها هل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وصل ليس على لدينا هالأمطار هذية بالحق وإلا لي أكيد سيناعي بنحكيه على الاستمطار الصناعي حتى الاستمطار زادة ولا صناعي أيوة وأكيد سمعتم أنت قلت في الأفليم أنا نقول لك اليوم اليوم نسمع في قطر المطار تصب عندهم أكثر من اللي تصب عنها الاستمطار الصناعي الكلاود سيدنج يعني ناري علينا هي عمالية مهيش تكنولوجيا برك يعني ليس نحكيه عن التكنولوجيا برك نحكيه عن التكنولوجيا وعلى الكيميا لأنه هناك موضوع موضوع كمية كما ديوديد د د د د د د كما الأملاح نظم موضوع كيميائية تصير فيهم خلطة ويترش عن طريق طيارات عن طريق ديزيليكوبتير ولا طيارات ولا حتى الصواريخ يطلعوا بمسير البلاصة عالية بالصواريخ يطلعوا بلاصة عالية ويشوفوا حركة صحب ساعات احنا سيهيم نشوفوا الدنيا مغايمة ونقولوا المطار بالصب أما ما تصبش بالضبط نظرا الحركة التاريح وكذلك إذن فهم ناس في الميتيو فهم ناس في الأرصاد الجوية يدرسوا أنه نسبة كبيرة كون المطار تنجم تصب والصحب تنجم تتحول المطار مع الرياكسين الشيمية التي تصبح في الجو في الهواء يصبح الاستمطار يعني تتكون نواة القطرة الماء التي تتسوى في البحر أو في البلاد أخرى تتكون النواة وتصب المطار الشيء هذا يساهم في تعديل التقص في تعديل المناخ إذا الدنيا يسكونا تعديل التقص ما يخطو سيخطو لا نستطيع رحمة ربي وقتلي تصب علينا منطر إن شاء الله دي ما تحت رحمة ربي يا ربي إن شاء الله دي ما تحت رحمة ربي أما التكنولوجيا المعطيات هذه الكل وتخليها لصالحنا والنجم نستنفع بها وتولي المطار تصب أكثر إمارات قتل قطر المغرب يستعملوا فيها التقنية هذه تونس ساعتني تونس وين أحنا أنت فين الحبي فين تونس مزلنا لقيقة خاصة أنا نصور العملية هذه مزلنا بش نبطاو فيها بش خطرة عملية مكلفة شوية ولو إنه تكلفة مثل جفاف أكثر من تكلفة أكبر بش لأنه كما نلقاوش كما نلقاوش من ناكلهم بعض ونلقاو الأسوام مشطة وخيالية والليت بالنسبة الفتاة رأي كبيرة أما أحنا مش قاعدين نحسوا فيها مش قاعدين نحسوا فيها بطاة إذا نعملوا دراسة بطاة نحسوا نعرفوا كون التكلفة بتاع الأشياء هذه بغضة وبغضة جدا ونتصور التكلفة لإستمطار الصيني نجم نكون أقل ببرشة واضح سينو نتابع في برشة بعدها بحوث يقول لك رهو احنا مشكلتنا مشكلة مياه مش مشكلة المناخ اللي نقص علينا في المياه المياه اللي هو مصدر الحياة معناتها اللي نجم يخلي الفلاح يكون فرحان وديما المنتوج متاعه يكون حاضر المياه اللي من جرتها دينا عالفة للسعي يمتاعنا نقوله احنا هذي الكل معناتها اللي من بعديك فما شح في المواد الغذائية اللي يجي من وراها وهي حلقة مربوطة كلها مبعضة دونك قريت برشة حاجات منهم كيفاش نعملو المياه البحر معناتها نجمو نحليوها بطريقة رومين قبل كانوا يحليو في مياه البحر بطريقة معناتها سائلة نقوله علش ما نعملو هاش في تونس مثلا هذي حاجة حل من الحلول انك تاخذ منعش كيف نقوله احنا غي سيبين كبير مش غي سيبين تحفر تحفر في بلاس موجودة التقنية موجودة احنا في تونس من نجمو نعملو هاو ذا استيناع هاو أولاد نجمو نعملنا تباركال انترقية سامحني في الكلمة اما هذا هو هذي من نجمو يتبقو فاسيلا في تونس بأقل التكاليف هي تحليط مياه البحر حاجة قديمة برشة وماش حاجة تكنولوجية معناتها نحكي وعلى حاجة يعني كلاسيكية ماش عملية كمليكية برشة برشة فما حاجة اليوم اللي تخيز امبورتان بالنسبة ليا وقاعدين يتبقوا فيها في برشة دول اللي عندهم شوح مائي وعندهم معنطي ايضيك كبيرة كما قطر في قطر عندهم مثلا العدادات اللي تخدم بالذكال الاستيناعي اللي تتحكم في استهلاك المياه كيف كيف زادة في القطاع الفلاه مياه الرأي حاجة مهمة برشة كيفاش احنا نتحكم في المياه اللي موجودة في المزارع اللي عامنا في السوين اللي عامنا اسكو انتي كي تبدأ عندك بير تسقي كيكا مغير حساب يزمك تعرف كمام ابار اللي نعرفوها احنا الرأي قطرى قطرى فما زادة فما زادة معنطا ديزابليكاسيان بذكال استيناعي عن طريق كما قلنا اجهزة الاستشعال وعن طريق نجمو نستعملوهم نجمو نستعملوهم باش نعرفو بار اكزامبل النبتة التي زراحها مثلا طماطم والبطة والفلفل قديش تستحق بالضبط ماء في النهار بالضبط والاجهزة هي اللي تنجم تتحكم في في الاجهزة بتعميه الرأي كيما القطرى قطرى وفح كيف زادة في العددات تنتعى المياه في الدار العددات اهلا نعرف العددات الكلاسيكية اللي موجودة في ديارنا الكل في قطر اليوم يستعمل في عددات ذكية ديار المشروع مزال موجود اليوم على طاولة ايمن هذا موضوع معنات النجمو نتحلو فيه ونقضو يمكن ساعة من زمان نحكيه وباقي ما يوفيش على كيفاش النجمو نتحكمه احنا في توزيع المياه واستغلال المياه بصفة ذكية وكيفاش النجمو نتصرفو معناتها بالتصرف ذكي جدا وندخلو تكنولوجيا وكل باش النجمو نوصلو معدها الناس الكل تتمتع بمئة نعملوش على ثقافة برك نعملو شوية على الثقافة ونعملو باشا على التكنولوجيا لانه الثقافة مكيف تلقاها عند الناس ان شاء الله يا رب يسهل علينا ونجيبو التكنولوجيا قوية بخطان ايمان قتلي فما شركة شركات متعت قتلي اعود لي ايمان شركة فازت في دافوس المرة اللي فاتت تذي شركة تونيسية واترسيك جابت اجابت الاختصاص هو التحكم في المياه ومعبشي ساكره فيسعي دافوس فما شركة فما يعني استخداب تونيسي اسمه واترسيك كانت حاضرة في 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 مؤتمر دافوس ركز ايمان في الانوال ميتنج توني 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 فور في دافوس من ايام من ايام وهي استراتاب تهتم بالجسيان تعالو 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 تعالميه في تونس واضح فما برشا تجارب فما بتجيخ استراتاب موجودين اليوم في البلاد ولكن كما حكينا مالفاتت يزبنا نفيقوهم يزبنا نشجعهم ونطبقو ونشجعهم وننفروجهم الحاجات باش نخريهم يخدموا على رواحهم وينجحوا امن بسلي من مستشار دولي في التحول الرقمي ما يخصيبوك على حضورك بحثنا الحديث معاك ديما فيه جو ومنحبوش يوفى اما الله غالبا احنا مربوطين بوقت حصة ونتعدي والفقر المصور على الاعمال الفنية لضيفنا الموالي تفضله البحر البحر مصدر رزق لبرشة ناس هو مصدر الهام لبرشة فنانين كيف اسامة؟ اللي من الأحجار وقواقع وبقايا الألواح يصنع في تحف فنية مختلفة وجديدة فيها برشة ابتكار وبرشة حب للبحر وكل ما يحيط به موسيقى وسامة جانا من قليبيا بيش يحكين على تجربته الفنية وعلاقته بالبحر وكل ما يدور حوله موسيقى على قدب الأحجار والقواقع كيفاش يشوفها ويبدلها من حاجات متروكة ما عندها حتى أهمية إلى تحف نجم زين بها دارك أو مكتبك موسيقى تفاصيل أكثر مع سهام وأسامة موسيقى 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 كنات وفرحانة باستقبل أسامة بن سليمان صانعت وحفة النية سهلا ومرحبا بيك موسيقى مرحبا بيك موسيقى مرحبا بيك موسيقى روحت بيهم للدار موسيقى موسيقى شهرتنا بكل بحرم حمل أغزاز قليبيا كمل حتى الهورية سيدي داود وغاضح ونلقى فاضح ونمشي مطال فميكا نلقى حجر حاببوش غرام تاقي اللقط نروح بيه للدار وتشكلوا ونشكلوا بيه كبير ما ندخلوا وحنا في الجو هذي الكل خليل نتعرف عليك سي أسامة دونك أسامة بن سليمان أسامة بن سليمان من حمل أغزاز عندي دي بلون في شون دراس عمتاعك شون دراس عمتاعك سود عملت عندي اختصاص في التقنية في جنس الميكرو إعلامية وعندي في الدماء في البتسيوري اي اش هذك للمنحوتات واش هذك للجو هذي ها هذك هذك من هوني الغادي بيه صار الظروف سبحان الله كي من الناس كل نحن نخدم في معامل اي بيعمل أذك بديت بيه نور من المسترس متاع بيه 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 حجر ببوش فاز حاجاتك دونك انتي كي تلقى وقت فراغ تمشي تعمل دور على شط البحر ما عنديش وقت فراغ اميلا انا بحكم من المكان اللي نخدم فيه انا قريب للبحر نهبط الصباح نهبط البحر نعمل دوره بعد نشد الخدمة نلقاه نروح متاعك الساعتين كذا سويا نعودين في الحجة وكنهور يتعاوت دونك انتي تعمل في رسك لفنية سيان معنطها لأي حاجة تلقاها على شط البحر ما كش تحضم كان في الحجر وفي الواحد فما حاجات اخرين تعمل فما حاجات دخلت مجديدة معنى نحب ديمة منوعة اما لكثريك ببوش حجر معنطا ما فوتش بوطن حاجات مزيانة وإلا قارب اوزاغ ولا حاجة نو قدمت في نعمل لا مجرد هواي اكاو من عند ربي الشاي عمد ربي رباني قدمت في نعمل شهدة حرافية ونريع في الإجراء الوريق متاع كل شي انشاء الله ربي سهل انشاء الله ربي سهل لماذا اللي نطور في الحاجة في الغرام متاعي والمشروع ندخل من الفلوس اي بوكو لماذا دي جبعت كيفية حكيلي كيفية حكيلي كيفية حكيلي كيفية حكيلي هي هي مجرد مجرد نخدم في الدار وحادي جاءت فكرة من شجيع من صحابي من العائلة كذي علش ماذا ما ما عمل باش في اسبوكو صور وهبط عليها سبحانه وعطي دي بخي هذا كليسا شغط سهلة الحياة بسيطة الحياة برشة ناس عشبتهم أنا تشجعت أنا أنا خطرة كشخصيتي حشم شوية برشة هي تحسك هاني شوف حتى الرأي الإنساني يهمني على الأخر من أنني كنا عمل حاجة وما تعجبش الإنساني تتقلق سبحان الله تتقلق كي عملت حاجات تهبطت من السببت تتجاعت أكثر وليت نعطيه أكثر من وقت وليت أخفي بي أنتي مكش عمل فرغمسيون قتلي مع أنت في الميدان هذي أما كما سيدة بارك الله عنده حس فني كبير من داخل خرج الجرينتا اللي فيك فنيا ووسع بيل به توكيف تمشي أنتي للبحر وطلق أنتي معنا تتباز على الحاجات اللي نلقاهم على شطاء البحر ونصنعوا بهم حاجات تمشي تبدأ عندك فكرة مسبقة إيماج على الحاجة اللي تحب تعملها وتبدأ تلوجلها في الحاجات اللي تنجم تخدم بيها لما تيح بخمياري بالزهر اللي بيش تلقاها تهزو ثم بعديك يجينا الكمباس كيفاش تصير العملية نمشي بالزهر نمشي بالزهر نمشي بالزهر نققوا دائم نروح بيه للدار ساع في الخدمة تقاي نخدم مخي ذيك الحاجة شنع به ذيك الحاجة شو جي نعم نروح للدار ركحة روحي وبدأ وقتها نبدأ كل حاجة نعطي حسابها وكه أما بيش ننجموا وكل حاجة نعطي حسابها وكل حاجة نخمه معتك نغزل القطعة ونغزل الحاجة اللي لقيتها نقولها وتعا والله هذي جيني من عرش نجم نعمل بها كوخ هذي نجم نعمل بها ولد لازم تجاه تكون عندك أنت موسوعة وراك معتك تكون عندك مكتبة في راسك متاع تصور متاع هذيك اللي بيش حير لك الخيال متاعك يا أخي كيفا هو هكيك نكون قاعد جيني في مخي فكرة ما تجيش لازم تكون نشفت تبع فما ناس تبع فيهم فما فنانين تتبع فيهم فما دي سيد تدخل لهم تشوف فما حاجات تحسلي توينسا مغرومين بها سبيسيال معتها خاطر تونسي لهذا قويسي صعيب تونسي صعيب جدا مش كل شي ياجبو كيفاش تعمل نشوف تصور نشوف نلوز معنا تصور ونشوف ونتفرج ساعة جيني فكرة جيني فكرة من حاجة ما ما كنتش نتصورها جملة معنا يفهمت جيني فكرة في وقتها نعملها ونبدأ نبرمجلها لو جلع الحاجة كيفاش نخدمها كيفاش نوصل هالسويقات هذوما والسويبع هذوما اللي نوفيهم النجم يجيب حتى في جنينة معنا يتحطوا التصوير اللي كنا نشوف فيها قبل متع الساقين هذوما عندهم السويبع وكلت نجم جي حتى في جنينة ما تخلمتها جنينة ولا حاجة جي سنتتيك مثل بورتوين في البحار في قليبة تصور سمحة برشا بطن ايه ما نرينا ما بطيش قداش تاخذ وقتها وباش تنسق بين الفكرة باش تخرج معنا من رأسك ها سيليماج اللي انت رسمتها رجبت دبرت الحاجات قداش تاخذ وقت باش نجم تحط الحاجات هذو من بعضهم تركبهم من بعضهم وتخرج حاجة المشكلة بالكيف صعات حاجة تشدني كما الساعتين ونهار كما ليلة صعات تنظر من بلجم معنا نقضب شوية نتقلق نخلي ونخرج وندور ونرجع تتسنى حتى الواحي يابط وش وحي ياسر شبابة هذي نحب الغرام نحب حاجة عملها بالكيف حاجة نحب نعملها شيخ عليها شيخ عليها هي حاجة متاكيف هو الفن كله متاكيف كي طير كي طير لكي ما عش نختار صعي انتهي وقفنا غادي كيفاش تتوالين شوفوا فيه كل وشباب ومزيين ومحله ويعجب كيفاش تسوق لهم الحاجة تتعاك مكش انت قلت لي ان شاء الله هو اللي ان شاء الله هذي قلت ربي قلت ربي كيف معنا ما خممتش في هاكا ديزاستوس بش تسوق للمنتوج متاعك اللي تعمل نعمل مبدئين باج على الفيسبوك انتي مزيت وعملتش باج ها عندي باج فيسبوك ها مبدئين عملنا باج باج انستغرام وشو كيفاش معنا ولي نخدم حتى فيديوات كيفاش نبدأ كيفاش نكمل انتي مزيت ما خممتش سريوز معنا خممت خممت ما المشكلة في الامكانيات محدودة وقتيا بطان لهم للي ريزاو سوسيول والتي عنا ثقافة نشري ومعندها من الاباج ونشوف حاجة ما تعجبنا ونتبعوا ونتنسوا باش مصنوعة كيفاش ونكلموا للشخص اللي عامل باج هذيك ولي حاط البردوين بتاعوا انفنت صحيح كونش يتطور وكيف اي متفهمين نتطور وما فيما اقبال كيفاش اتعامل معاهم الناس يكلموك كيفاش تعامل معاهم كل انسان وكيفاش معنى فيما انسان بالحق تحسوا معنى يحب يشرك الحاجة ديك يحب يوصلك يحب وفيما انسان متردد ماش متردد يتعبك معاها كتر من اللي بشي وفيالاخر ما يشريش فيالاخر ما يخوش يمرجك فيالاخر ما يخوش كيفاش تحط الاسوام متاع الحاجات متاع نعرفوا الحاجة الفنية لا تقدر بثمن معنى واحد يبدأ يخدم فيها تعب عليها يعرف هو الوحيد اللي يعرف اتعبها ويعرف كيفاش تكونت بالطرف ايس وخطوه معمولة باليد معنى مخدومة باليد كيفاش تختار اسوامهم كل حاجة ما عش ما عش مفسر لك نحاول معنى حاجة يكون ماتنا ما نحبش عصلا ما نجمش نسمع الناس كي وقت اللي بشي شريو حاجة فانا نتو نعرفوا اللي بخود ويبدأوا نقولوا احنا بيعوا يشريو معاك كيتوالي هم طحفة فانية يقولوا لك طايحنا في سومها مثلا يقول لك كل حاجة ذيك طايح في سومها فانا بيعة دوخني للا الحكاية ذا حاجة سبحان الله بيزا خاطر اي حاجة نجمو نتصور نبيع ونشيو في اما عمل في حاجة كيف مع هكاية مع تفنية ما نجموش طوالصحات انسان يحب يستغلك مراجلس باش عنده ايدي في موخ تقدم هالو كال وافح دونك على قدام شنو عندك ان شاء الله خطط المستقبلية برامجك طموحاتك باي عندي برش حتى في ديكوارسان تيكوان في الصالان في حاجاتك كيف نقلت لك ان شاء الله الجي خير ونحاول نطور من الفيتي بروجي هذي حاتش ان شاء الله يكبر ان شاء الله بخطوة بخطوة و ربي معي ان شاء الله لابي سهل شو اسمع الفيس بوك كنجمو نعونوك كرياتي في تي واس كرياتي في تي واس كرياتي بالفرنسي مكتوب كرياتي واس بي سيدي ان شاء الله بالتوفيق لك عيش بركة ان شاء الله ربي مرة جاي تقول لي رانعملنا معارض معانتها وراني هذيك التموحي ان شاء الله نعمل معارض ان شاء الله ان شاء الله ربي تسهل وليزمك برشة بخدوية معانتها بش ناجم تعمل به معارض معتها تلم برشة بخدوية مش تشيك بي حمل كل ببعض تجعني برشة 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 بركة بي دونك اللي حبي تناجم انتي تواجهني داي اللي حبي جي شري من عندك شو لازمو يعمل تفاض تصل بيوك على كرياتيويتة او اس ولا على صف تعمل في سبوك وإلا وش اسمك انتي عريس ووسيمة بن سليمين دونك وإلا على الباج متاع اللي حاطت عليها التحفة الفنية هذي مشكور باشا ووسيمة بن سليمين نصانع تحفة الفنية على حضورك وبحضينا يعطيك الصحة بغفوحة جاتية سلمزيانة قدمتنا وان شاء الله يا ربي تنقشكون اللي يقدر الفن اللي تقدم فيه احنا هكيا وصلنا لنهاية حصتنا قولكم مرسي باشا على المتابعة وشهية طيبة الناس لكل اشتركوا في القناة